السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله محمد رمضان في موقف محرج بعد الاعلان عن احيائه هذا الحفلة شوق الفنان المصري محمد رمضان متابعيه لحفلاته القادمة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي اذ نشر صورة له وهو يوقع على عقد لاحياء ثلاث حفلات في دول مختلفة واعلق محمد على منشوره كاتبا اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مختلف كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة اول حفلة بابن الله في سوريا الشقيقة بمدينة دمشق الخميس الموافقة السادسة من اكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد انما سرعان ما نفى المكتب الاعلامي الخاصة بنقابة الفنانين في سوريا هذا الخبر وأصدر بيان جاء فيه اشارة الى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين انه لا صحة لما هو متداول حول اقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام او الخاصي وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات المكتب الاعلامي لنقابة الفنانين